يا عالم في مؤامرة مع كارونية صدقوني السلام عليكم أحبائي أتمنى أنكم تكونوا بخير هذه الأيام في شي بيحصل بين باري وبين كوالي هذا الفيديو هو لطيف وأنا مو مع أي طرف يعني احترم وجهة نظر كل واحد فيهم وكل واحد فيهم عنده محتوى رائع وعنده محبينه ومتابعينه فقلت ليش ما أسوي قصتهم أني ميش لطيف عشان نهدأ الأوضاع بس قبل ما تبدو الفيديو أحب لو تسوون اشتراك إذا هذه أول مرة تحضرون فيديوهاتي وأحتذر على صوتي لأنني مزكمة شوي كان يما كان في أحد الأزمان شخص اسمه كوالي هذا الشخص كان عنده قنات في اليوتيوب وكان مرة محبوب وعنده جمعون وفي أحد المرات نزل فيديو عن الماكرونة اللي كانت شاغلة كل العالم وبقرة في الصباح حصل شيء ما كان يتوقعه أكيد هذه مؤامرة وما يبغون أننا نعرف حقيقة الماكرونة لازم وصل هذا الرسالة لكل العالم سارك وانا يخبر كل العالم بنظرية المؤامرة حقه وطبعا في ناس صدقونه وناس ما صدقونه وطبعا كل واحد تفكيره وصار كل العالم يتحدث عن هذه النظرية وعن اليوتيوب ليش حذف هذا المقطع يا عالم في مؤامرة مع كارونية صدقوني وهو في خضم هذا المعركة شافه واحد اسمه بارا وهذا كمان عنده جمهوره اللي يحبه بارا كان عنده وجهة نظر مختلفة وما عجبه كلامك ولا فحس انه لازم يتدخل وانه لازم يعطي وجهة نظره في الموضوع اللي أخذ حجم مو طبيعي يا أخي اشتهد بالله في ملايين رح يتابعك ويصدقون كلامك أنا احترمك وهذه وجهة نظري في الموضوع وأنا احترمك لكن انت تأثر على الملايين ويمكن ما ياخذون تطعيم وأنا اعطيهم دلائل ان هذه مؤامرة بعد هذاك اليوم رح بارا نزل في الجريدة الرسمية رأيه وطعنه في نظرية المؤامرة حق كوالا وصار كوالا لازم يرض عليه وصاروا يتهمون بعض وصار العالم كله فريقين فريق مع بارا وفريق مع كوالا وفريق محايد وفريق مفاهم شيء تتذكر كيف كان لقائنا اول مرة؟ ما رح انسى هذيك المعركة بس كله الحق عليك ما كان لازم تقول كلام واحد عني بس انت كمان ما كان لازم تقطق علي ما علينا من هذا الكلام القديم احنا اولاد اليوم نسوي فيديو مشترك؟